هل فلسفة التناسخ مقبول في الإسلام أم لا؟ غير مقبول، مرفوض مئة بالمئة أول شيء، كلمة التناسخ غير موجود في القرآن لكن السبب الرئيسي ليست هذا فلسفة التناسخ ضد فلسفة الإسلام، هكذا ويوجد هناك ثلاثة عنوعة من التناسخ في حضرات المختلفة الأول شيء، عندما النفس من جسد البشر ترحل إلى جسد بشر ثاني، هذا اسمه تناسخ الثاني، عندما النفس ترحل من جسد البشر إلى جسد حيوان وهذا اسمه تفاصخ والثالث، عندما النفس ترحل من جسد البشر إلى أشياء نباتات وأشجار هذا اسمه تراسخ والمنطق الآتي لو اسمي عبد الرحمن ونفسي وهوية مرتبطة بيه بصفتي وأنا عبد الرحمن بعد موت جسدي، نفسي ترحل إلى الآخرة والله سبحانه وتعالى سوف يحكمني باسمي وبهوية وأنا عبد الرحمن لكن، لو بعد جسد موت نفسي ترحل إلى جسد محمد أو لطفي أو إلى جسد حيوان سرسار أو إلى شجرة وبعد موت الجسدي في الآخرة بأي صفتي الله سبحانه وتعالى سوف يحكمني هل هو يحكمني بصفتي وأنا عبد الرحمن أو لطفي أو محمد أو صرصار أو شجرة هكذا الفلسفة التناصق يمشي تفلسفة الإسلام وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وهذا كتاب نحن نجهزه ولا نحصله جاهزا وأنا مسعول على نفسي وما في هناك نفس آخر الذي تمشي من جسدي إلى جسد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته